لست أتشفى في أحمد ويحيا ولكن ولكن الذين يعرفون ظلم هذا الرجل وفساده ويوجد غيره الكثير سيترحم بلا أدنى شك على الفريق أحمد قيد صالح الذي لولاه بعد الله تعالى الذي سخره في آخر أيام من عمره أن يشفي قلوب الجزائريين الذين تضرروا من ظلم ويحيا وبطانته ومن معه في تلك العصابة من ذلك النظام الفاسد الذي تسلط على رقاب الجزائريين ومارس شقة صلوف الظلم والإفساد والإذهاد والإرهاب والاستبداد في حق شعب طيب بالكلمة الطيبة بالكلمة الطيبة تكسب قلبه رغم كل ما فعله أويحيا لاحظته في وسائل التواصل الاجتماعي وتلك المواقع المختلفة تعاطف الجزائريين معه رغم ذلك يقول لا من المفروض ما يهينوه بهذه الطريقة رغم أنه هو أهان نفسه شوفوا هذا الشعب الطيب هذا الشعب الطيب رغم أنك عنده تظلمه وتمارس عليه كل ما لا يمكن تخيله من إضطهاد بل رغم من ذلك يتسامى وقلبه مثل الثلج الأبيض من حكم شعبا كالجزائريين رغم ما تمارس عليهم من إفساد على مستوى الأفكار وعلى مستوى الأخلاق وعلى مستوى المجتمع ورغم ذلك كله ورغم ذلك كله ما زالت نبضة الخير في هذا الشعب حتى مع أصحاب الشر ووجوه الشر كما يقال الذين مارسوا كل أنواع الشرور باستغلال السلطة أحمد ويحيا هي ليست سقوط رجل ولا سقوط مسؤول بل هي حقبة سقطت بفسادها وظلمها وأتمنى أن الجمهورية الجديدة تأخذ الدروس والعبر فالسلطة لا تدو والحكم لا يدو فكما تدين تدى